يقع مقر البنك الإسلامي لتامية في جدة بالسعودية وهو وكالة عملي حكومية دولية تبع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ويتعمل على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء البلغ وعددها 57 دولة عرب رئيس البنك محمد الجاسر عن إعجابه الكبير بالفرص التي جلبتها التنمية الصينية لدول العالم خلال السنوات القليلة الماضية معربا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز التعاون مع الصين خلال السنوات الخمسة المقبلة في مجالات البناء المشترك للحزم والطريق ونحن نريد من يجمع ولا يفرق بين المجتمعات الإنسانية وتوطيد السلم العالمي أيضا في كل مناطقنا إن شاء الله والصين قادرة على المساهمة الكبرى في هذا المجال وأنا أعلم عن مشاريع زرت أفريقيا وشفت المشاريع التي قامت بها الصين أيضا في أفريقيا نحن نريد أيضا السوفت باور والتعليم والصحة والمجالات التي تمس حياة المواطن العادي أعتقد أنها تكون جدا ممتازة ونحن مستعدون على التعاون مع الجهات الصينية المعنية ترجمة نانسي قنقر